بحث الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مع الأمين العام للدفاع والأمن الوطني بجمهورية فرنسا السيد ستيفان بوليون الذي يزور البحرين حاليا للمشاركة في مؤتمر حوار المنامة علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا الصديقة وسبل تنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا التي تخدم البلدين وخلال اللقاء استعرض الجانبان علاقات الصداقة وفرص تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا الصديقة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة